لا يختلف اثنان على عمق وقدم العلاقات البريطانية الإسرائيلية لكن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروند إسرائيل تأخرت حتى السنة الرابعة من ولايته زيارة كاميروند إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تستغرق يومين ربما تصب من ناحية باتجاه دعم عملية السلام وجهود جون كيري وزير الخارجية الأمريكي ولكنها تصب أيضا باتجاه تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية أيضا بريطانيا تقول إن علاقتها طيبة مع إسرائيل والفلسطينيين وقد تأجلت زيارة عدة برات هل بريطانيا دور فاعل في عملية السلام؟ لا أعتقد ذلك لكنها تحاول أن تجد لنفسها هذا الدور الذي يعكز إذا جاد لنا أن نقول الدور الذي يقوم به توني بلير في اللجنة الربائية الدولية كاميرون الذي سيلقي كلمة أمام الكنيسة الإسرائيلي وسيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين اضطر الشهر الماضي لتأجيل زيارته بسبب العواصف والفيضانات التي ضربت أجزاء عديدة من بلاده فيما ترددت أنباء عن احتمال تأجيل الزيارة مجددا جراء الإضراب الذي ينفذه موظف وزارة الخارجية الإسرائيلية لكن عمليات السلام ربما لا تكون الهدف الوحيد من زيارة رئيس الوزراء البريطاني حيث تتحدث بعض الأنباء عن رغبة في تعزيز العلاقات مع إسرائيل في مجالات عدة خاصة في المجالات الاقتصادية ومجال البحث العلمي في العام الماضي استضافت لندن اجتماعا بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار الجوالات المكوكية التي يقوم بها كيري لتحريك مياه عملية السلام الراكدة ويرى مراقبون أن زيارة ديفيد كاميرون لإسرائيل توجه رسالة المفادها أن العالم يتابع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بدرجة كبيرة من عدم الارتياح أشف ساعة سكاينيوز عربية من أمام عشر داونينج ستريت لندن ترجمة نانسي قنقر